هذه دعوة إلى من توجه إلى غير الله إلى التقرب للقبور أو الأضرحة أو عبادة النجوم أو الكواكب أو غيرها فلا معبود إلا الله جل وعلا وهذه دعوة أنبياء الله ورسل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إبراهيم عليه السلام حاز الإمامة في الدين في صور متعددة أولها إمامته في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل فهو قد دعا عبدة الكواكب والنجوم كما في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إلى أن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ثم قال فلما رأى القمر بازغاً ثم قال فلما رأى الشمس بازغة ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين هذه دعوة إلى من توجه إلى غير الله إلى التقرب للقبور أو الأضرحة أو عبادة النجوم أو الكواكب أو غيرها فلا معبود إلا الله جل وعلا وهذه دعوة أنبياء الله ورسل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين وحاجه قومه لما دعاهم إلى التوحيد حصل الحجاج والجدال ومع هذا ثبت عليه الصلاة والسلام وصبر في الدعوة بل تحداهم أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء إلا أن يشاء ربي شيء وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان تريدونني أن أخاف النجوم والكواكب وما عبد من غير الله وأنتم لا تخافون الله هذه دعوة إلى الجدال والحوار بالتي هي أحسن وإلى إثبات وإلى إثبات الدعوة إلى التوحيد والاقتداء والاقتساء بنبي الله إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أي الفريقين فريق التوحيد أم فريق الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم شكراً نشاعEEP شكراً نشاعج من نشكر